بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين البرلمان أو مجلس الأمة هو الجهاز المعبر عن إرادة الشعب ويعتبر السلطة القانونية العليا لأننا كنواب أو كأعضاء في مجلس الأمة باختصار من يملك إصدار القوانين ومن يملك إلغاءها ولأن السلطة بمفهومها كما يقال بأن السلطة لا تعرف الفراغ فهي تتوسع إن لم تجد حداً وتجد قيداً وحتى نحقق مبدأ الفصل بين السلطات كما نص عليها الدستور الكويتي في المادة خمسين استوجب علينا أن نتحرك تشريعياً نحو تحقيق ذلك ولذلك استوجب علينا السعي كذلك نحو إصلاح القضاء وتعزيز استقلاله ولذلك تقدمت مع مجموعة من الزملاء النواب اللي أهم النائب خالد العتيبي والنائب عبد الوهاب البابطين والنائب عمر الطبطبائي والنائب كذلك أسامة الشاهين بمقترح يلغي المحكمة الدستورية الحالية ويقر بإنشاء محكمة دستورية عليا ليش اتجهنا إلى هذا الأمر؟ حتى نحقق مزيد من الضمانات أو حتى نسد المثالب والثغرات اللي موجودة في القانون الحالي لذلك تقدمنا في هذا القانون اللي نعتقد بأنه يضمن عدة الضمانات منها ضمانة التشكيل تشكيل المحكمة الدستورية بشكل يتناسب مع رغبة المشرع الدستوري المشرع الدستوري كما وضحت المذكرة التفسيرية تطرق إلى هذا الجانب وقال بأن يجب أن تتشكل تلك الهيئة القضائية من مجلس الأمة ومن الحكومة بالإضافة إلى أعضاء اللي يمثلون السلطة القضائية ليش الكلام هذا؟ حتى تتحقق الموائمة السياسية في قرارات المحكمة الدستورية لذلك سيكون بالاقتراح سبع أعضاء أربعة منهم احتياط خمسة من قبل مجلس القضاء ومن السلطة القضائية واحد من قبل الحكومة واحد كذلك من قبل مجلس الأمة كذلك نحقق في هذا الاختراح ضمانة الاختصاص فبالتالي المثالب اللي تعلق في اختصاص وحدود المحكمة الدستورية تم معالجتها وهو الاختصاص الأصيل اللي هو يبحث ويفحص دستورية التشريعات بالإضافة إلى التفسير التبعي تم توضيحه في هذا المقترح كذلك النص صراحة على عدم التدخل بالأعمال البرلمانية وعدم التدخل في الأعمال البرلمانية يجنبنا كسلطات الدخول في متاهات أربعة تعهد في السابق بتقديم مقترح يلزم أو يطالب المحكمة الدستورية بالإسراء على وجه الاستعجال في النظر إلى مراسيم حل مجلس الأمة وبحث كذلك مرسوم الدعوة للانتخابات ليش؟ حتى لما تقوم الأمة ويصف الشعب الكويتي في الطوابير لا توجد شرعية أكبر من شرعية الشعب لذلك في هذا القانون المقترح تم معالجة هذا الأمر بأن المحكمة الدستورية العليا يجب أن تبت في هذه المسألة قبل أن تجرى الانتخابات هذا فيما يتعلق في مقترحنا الجديد الذي هو اسمه إنشاء محكمة دستورية عليا وإلغاء المحكمة الدستورية الحالية الأمر الآخر الذي أبيت اتطرقنا في هذا المؤتمر الصحفي موضوع أو سلسلة اقتراحات تتعلق في إسقاط القروض الكويت البلد الغني ذو المغدرات المالية الضخمة اللي موجوداتها تقدر بـ 700 مليار دولار اللي منحها وقروضها كدولة تقدر بـ 42 مليار دولار خلال 25 سنة فقط اللي تملك صندوق اسمه صندوق التنمية اللي يقرض 106 دولة بعدد 969 قرد بقيمة 21 مليار دولار و 415 مليون دولار أقول لمن يسأل عن العدالة في مقترح سقاط القروض هل من العدالة أن يكون في الكويت 429 ألف مقترض اللي تقريباً القوة العاملة لا تتجاوز 600 ألف 429 ألف مقترض هل من العدالة أن يكون 4770 مقترض ملاحق قضائياً وقيمة قروضهم لا تتجاوز 59 مليون دولار وهذا المبلغ للأسف يدفع الصندوق حق حديقة حيوان في أوروبا أو حق متحف أو حق أوبرا أو جسر لدعم السياحة في دولة من أهداف صندوق التنمية اللي معلنة في صفحتهم في الويب سايت إن الصندوق يسأل لتحقيق أهداف منها الناس في العالم وللأسف 90% من شعب الكويتي مقترض لو افترضنا أنه ممن يحق لهم الاقتراض 90% منهم مقترضين من أهداف كذلك الصندوق الكوكب الصندوق الكويتي خايف على الكوكب من التلوث وخايفين على طبقة الأوزون وهم للأسف عجزوا عن إزالة توائر في رحية مشكلين رقم قياسي في أكبر مقبرة في العالم اللي هي مقبرة توائر الرحية من أهداف صندوق التنمية دعم البناء التحتية في العالم وللأسف بنيتنا التحتية متهالكة وكشفتها الأمطار الأخيرة من كذلك أهداف صندوق التنمية دعم مشاريع الصرف الصحي في دول العالم ومدن العالم وللأسف عندهم منطقة اسمها الحساوي فيها مخدرات وفيها دعارة وفيها جرائم وفيها المجاري مال أشوارع هذه كلها في دولة اسمها الكويت موجوداتها تقدر ب700 مليار دولار أقول لمن يسخف من هذا الاقتراح ويقول أن المقترح إسقاط القروض مقترح سخيف نحن كنواب نمثل الشعب هذه وظيفتنا الرئيسية و429 ألف مقترض يعني 90% من الشعب الكويتي مقترض يعني 90% من الشعب اللي إحنا نمثله تحت تأثيرات الاقتراض السلبية وبالتالي ومن المنطق يجب أن تتصدر قضية تسقاط القروض أولوياتنا النيابية السؤال الأهم باختصار وببساطة ليش الناس تقترض أنا لو أسمحها منكم راح تقولوا لي أكيد أن المعاش ما يكفي وهذه صحيحة معاش المواطن ما يكفي بسبب رداءة التعليم يقترض المواطن لتوفير تعليم جيد لأبنائه بسبب رداءة الخدمات الصحية يقترض المواطن حتى يحصل على خدمة صحية جيدة لأبنائه بسبب عجز الحكومة عن توفير مسكن للمواطن يقترض المواطن حتى يوفر مسكن مناسب لعائلته القضية الإسكانية اللي للأسف الطلبات الإسكانية تجاوزت المئة ألف طلب إسكاني اللي للأسف توزيعاتهم اليوم ورق وطابور الانتظار يصل إلى عشرين سنة والتوزيعات للأسف مثل ما قلت لكم ورقية مقترح إسقاط الغروض ليس مثل ما يقولون بعض الناس السخيفة من النواب اللي يسخفون هذه الاقتراحات طوائد إسقاط الغروض كثيرة وكثير من الاقتصاديين أكدها من أهمها نعاش السوق الكويتي من أهمها تعزيز مضمون التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي اللي يوفر الأمن الاجتماعي للمجتمع الكويتي تحريك عجلة دورة المال انعاش الحركة الاقتصادية بعد زيادة القوة الشرائية ترى دول كثيرة دول كثيرة وحكومات كثيرة محترمة اتجهت إلى إسقاط الغروض منها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أزمة الكساد بداية القرن السابق منها كوريا الجنوبية منشئة صندوق سموه صندوق السعادة حتى يوفر للمواطنين عيشة كريمة منها دول خليجية مثل الإمارات وبالختام من يقول بأن لا توجد هناك مساواة كثير من الخبراء الدستوريين والفقهاء الدستوريين قالوا نصاً بأن إسقاط القروض لا يمس مبدأ المساواة لأن المساواة لا تعني المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية وإسقاط القروض يحقق المساواة بين المدينين شكراً للجميع أول شيء أنا رجل من طبعي لا أنجر إلى فلان قال وفلان سوى وفلان حق أنا رجل أعمل في هذا البرلمان ومن خلال أعمالي وأفعالي الشعب الكويتي سيحكم عليه إحنا بالنهاية كنواب نملك أدواتنا التشريعية ونملك كذلك أدواتنا الرقابية إحنا نعمل وما لا شغل بالناس اللي يقولون هذا فلان قال وهذا فلان سوى بالنهاية فيه شعب يحكم على أعمالنا وبالتالي الشعب الكويتي سيعرف من النواب اللي داعمين هذا المقترح ومن النواب اللي داعمين قضايات وإذا هو عنده اسم خليه يقوله شكرا للجميع شكرا للجميع